الحديث الآن عن حلقتين جديدتين من الضربات الإسرائيلية وإن لم يكن هناك إعلان إسرائيلي صريح بتبني هذه الغارات بكل الأحوال حلقتين جديدتين من مسلسل الغارات الإسرائيلية على سوريا في غضون أسبوع الأولى ليل الاثنين والثانية فجر اليوم في الغارات الأجدد أثاد المرصد السوري بأنها استهدفت مواقع ميليشيا حزب الله اللبنانية في منطقة مطار الضبع العسكري والاقصير في ريف حمص الغربي الغارات شنت فجر اليوم من الأجواء اللبنانية وأسفارت وفق المرصد عن تدمير مستودعات أسلحة وذخائر كما نجم عنها عدد من القتلى والجرحى ودائما بحسب المرصد في حين زعم إعلام النظام أن أضرارها اقتصرت على الماديات وأن دفاعاته الجوية تصدت لها وفجر الثلاثاء أطلقت مقاتلات إسرائيلية ثمانية صواريخ على مواقع في جنوب شرق حلب أصاب إحداها مبنى مركز الأبحاث في مدينة السفيرة وأفاد المركز مركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن أربعة مقاتلات إسرائيلية من طراز F-16 دخلت الأجواء السورية من فوق منطقة التنف الخاضعة أصلا للسيطرة الأمريكية وأضح المركز أن دفاعات النظام الجوية تمكنت من تدمير سبعة صواريخ في حين أن الثامن بلغ هدفه هدفه ترجمة نانسي قنقر